السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع معنى الإيحاء الإيحاء هو الإلهام إنها أفكار تأتي من العقل اللواعي من مصدر روحي ربما من المرشد الروحي أو من الذين انتقلوا إلى عالم حياة البرزخ من الأهل والأحبة أو من الملائكة أو من الشيطان يتلقاه الإنسان عن طريق الإيحاء وليس عن طريق الحواس لتنبيهه أو للقيام والتصرف بشيء ما إما لتحسينه أو تجنب شيئا ما وإذا كانت من الشيطان تكون لعمل الشر الإيحاء يتلقاه الإنسان عن طريق العقل اللواعي وهذا العقل هو المتصل بالكون ومع من هم في حياة عالم البرزخ قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاغلوه من المرسلين لتحقيق هدفا ما يجب تكرار الفكرة الإيجابية مرات عديدة وباستمرار تكرارها لنفسك سواء كان شفاء أو عمل خير أو محبة أو نجاح لأن هذه الفكرة بتكرارها سوف تدخل وتنطبع داخل العقل اللواعي وبدوره يتكبلها ويبحث حلا لها من العقل الكوني الذي بدوره يجد لك حلا للمشكلة فيلهمك عقلك اللواعي ويوحي لك ماذا سوف تفعل مع مراعاة القوانين الطبيعية الدنيوية والسير معها بالتفكير السليم وأخذ الدواء والتغذية الصحية والتوكل على الله